وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمي بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال جاء ذلك خلال اجتماع رئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع قد تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأضف المتحدث أن المشروعات شاملت التوسع في بناء قدرات وإعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات على المهارات الرقمية فضلا عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة من ناحية أخرى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة ضمن مبادرة إفريقيا للإبداع الرقمية والتي أطلقها السيد الرئيس خاصة من خلال تشجيع الشركات المصرية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع نظيرتها الإفريقية لبناء منظومات رقمية متكاملة فضلا عن إتاحة التدريب التقني المتخصص للشباب الإفريقي في مجالات التكنولوجيا المختلفة